موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و بتابعيي الكرام في هذا الفيديو ان شاء الله هنعطيكم وصفات الخبز اللي كاتجي رائعة بمقادير جد بسيطة طريقة العمل كذلك اتمنى ان شاء الله تتبعوا معي المقادير و طريقة التحضير بالنسبة للمقادير عندي هنا واحد الخبزة كيف كتشوفوا متوسطة الحجم ديالها بالنسبة لهذا الخبزة اللي اختيت فانا اختيت لها هنالية مية وخمسين جرام ديال الفروماج محكوك يعني الكمية ديال الفروماج كتبقى على حسب يعني القد ديال الخبز الى كانت خبزة اللي هي صغيرة ولا متوسطة فمياه تل مية وخمسين جرام ديال الفروماج كتكون كافية الى اختيت خبزة اللي تكون كبيرة بثاف ما عليكم الا الدبلو المقادير فانا اختيت هنا مية وخمسين جرام ديال الفروماج محكوك كف ما قلت عندي هنا يا واحد الخمسين جرام ديال الفروماج عادي قطعته مربعات صغار عندي واحد الحبه ديال الموزاريلا كده اللي قطعتها مربعات معلقة كبيرة ديال الزبدة مدوبة زوج معالق ديال المعدنوس اللي قطعته رقيق سافي كيف كتشوفوا هذه هي المقادير سهلة بسيطة دابا ان شاء الله غنفوتوا لطريقة التحضير بالنسبة لطريقة التحضير كناخد واحد الإناء كنحط فيه الفروماج ديالي الموزاريلا وقتها على الفروماج كنزيد عليهم كذلك المعدنوس سافيه كنحرك هاد الشي مزيان كنخلطه مع بعدياته سافيه دابا هاد الخالط كنحطه جانبا وكنفوت المرحلة الموالية سافيه دابا كناخد واحد الخشبة اللي غنقطع عليها كناخد موس اللي يكون ماضي كنحط الخبز ديالي وكنبدأ كنقطحها ما نوصل شي احتل تحت يعني غير نحس بيها قطعتها مزيان سافيه كنحبس يعني هكذا مبعد ما قطعتها هكذا في الطول دابا غنعكس مبعد ما كان نقطحها كيف كتشوفه ضروري ما نقطعه يعني غير بلاتي لان الخبز يعني كيكون فراجيل ويقدر يتفكينا على بعدياته دابا غناخدها دابا غناخد هاد الخبزة وغنحطها في الصينية اللي غدخل الفران بهذا الشكل هاده كيف كتشوفه مبعد ما كان نحز الخبز كنحطه فوق الصينية اللي غدخل الفران دابا كناخد الخالط ديالي ديال الفروماج ليدر وكنبدأ كنحشي يعني كنعمر هاد الخبزة من الداخل مبعد ما كان سالي كيف كتشوفه كناخد شوية الملحة كندر عليها من فوق وكندير كذلك شوية ديال البزار كناخد ديال المعلقة ديال الزبدة المدوبة وكنرش عليها هكذا من فوق سافي مبعد ما اخويت عليها الزبدة من فوق وانحطت عليها شوية دلمال البزار دابا كندخلها الفران لديجران يمسخني على درجة حرارة 180 المدة لربع ساعة 15 دقيقة وكنرجع نخرجه باش نورريكم الشكل النهائي كيف كتشوفه كي يجي محمر ومقرمش وكي يجي لديد بزاف بالنسبة الفروماج كي يجي يعني كيدوب وكي يجي بهذا الشكل هذا كيف كتشوفه ان شاء الله يكون واضح يعني كي يجي لديد بزاف ان شاء الله تعجب لكم الوصفة ديالنا دياليوم وتجربوها شكرا على حسن المتابعة ما تنسوش الاشتراك معي في القناة وزيارة موقع الانترنت اللي في الوصفات مكتوبة الى وصفة اخرى ان شاء الله مع السلامة